السلام عليكم ورحبا بكم اسمي يا سين اخيرا صدرت لعبات فالورانت رسميا لجميع الدول سنستطيع اللاعب نحن في سيرفورات اوروبا لان مع الاسف لا توجد سيرفورات خاصة بشمال افريقيا بالضبط وعندي لكم خبر رائع اذا لعب الكثير من اللاعبين من المغرب ومن الجزائر وكذلك من تونس ومصر لعبات فالورانت فانهم يأثقاء سيقومون ببناء سيرفر عندنا في المغرب نعم يا رفاقي هذا خبر رائع جدا للشباب عجبتك لعبات فالورانت او لم تعجبك اللعبة مجانية حملها الان ونصبها في حاسوبك وبدأ اللاعب يا صديقي ببساطة لانك ببدئك لعب لعبات فالورانت ستساعد شمال افريقيا لكي يتم بناء اول سيرفر خاص بالالعاب عندنا وسيكون ذلك السيرفر من شركة رايوت جيمز تخيلوا ان لعبات فورتنايت ربيحت اموال طائلة من شمال افريقيا لكنها لم تبني لنا ولا سيرفر واحد الان حان الوقت بالدليل والبرهان سأظهر لكم هذا المقطع هذا الكلام لم اقولها انا بل قالها احد شباب الذين يشتغلون مع فريق فالورانت اسمعوا معي ما دقال كترجمة بسيطة الكلام كترجمة بسيطة الكلام حملوها العبو وسيتم بناء سيرفر في شمال افريقيا وهيا نلعب ونكتشف الجديد اول شيء سافعله سادخلو للباطل باس الباطل باس اسمه باطل ايغنيشن هو هذا الباطل باس 8000 فالورانت بوينت 8 رخيص 10 دولار تقريبا ممكن ان اشتري يا رفاقي هذا الباطل باس انتظروا نذهب للمستوى العاشر والاخير واو سنحصلوا على نايف سكين شيء لا يصدق فقط بدفع 10 دولارات سنحصلوا على نايف سكين ونايف سكين خرافية في لعبة سيسكون على الاقل يجب ان تدفعوا 80 دولار لكي تحصلوا على نايف سكين لعبة فالورانت فقط بيشير ايكم الباطل باس اللعب كثيرا الحصول على المستويات الوصل للمستوى العاشر ستربح بنا نايف شيء لا يصدق العقل بالاضافة لهذه الامور وهذه السكينات الاخرى الخرافية جدا لن اكدب عليكم يا اثقائي هذا شيء خرافي جدا لن اضيع وقتكم لكم حريات الدخول واكتشف هذه الامور بانفسكم اول شيء سنفعله نأتي للمباريات عندنا مو جديد هو هذا اسمه سباي كراش هل استطيع لعبها الان نعم استطيع لعبها الان رغم اني لم العب اي اي انا راتت the game بعد شيء لا يصدق حسنا سنلعب اولا هذا المول الجديد وبعدها سنعود مرة اخرى يكي نكشفها الشخصيات الجديدة هذا المقطع سيكون سريع تقريبا لا اريد ان يكون طويل تقريبا ستكون فيها 10 حتى 12 دقيقة بالاكتر ماذا سنختار الشباب لقد فتحوا اصلا لرينا هذا الشخص فتح رينا وقاموا باختيارها بسرعة كبيرة جدا رينا هي الشخصية الجديدة قالوا بانها جيدة لكن لا اعتقدوا ذلك وشاهدوا يا اثقائي غيروا كنذلك طريقة الاختيار واوو هلنلعبوا بفينيكس هلنلعب ببريمسوم اتوقع اني سالعبوا بفينيكس واوو غيروا العديد من الامار لهذا السبب التحديد كبير في اثنان جيجا بايت وهي لكي نلعب اثقائي سباي كراش هذا الموض سيكون سريع تقريبا شاهد احد شباب لعب هذا الموض في هذا الموض لا يمكنكم اختير الاسلحة سيتم اعطائكم الاسلحة عشوائيا والفريق كله عند القنابل ممتاز يا ساعة معلبي يا حبيبي سيت داون سيت داون يا ايو الغبي يا سلام هناك غبي يا سلام لاتسكو لاتسكو لا استطيع اخذ هاته جيت التيميت اوو حصلت على التيميت واو بحصلكم على تلك الاوربه انكم استحصلون على التيميت اوتوماتيكيا وهناك الشخص لقد رأيته ووا هه جاءed تلك الفتاش في الخلف مني لكن لماذا عندها هي الشاتقه هان كيف استطعت هالحصل علي الشاتقه هان ممكن انها بعد ما وضعت للقنابلها تم اعطائم لنا اسلحة وهذا الشخص كانس ذلك عندها سلح سنايبر ها هي اديجيت احسنت يا صديقة احا ha لقد دمر هذلك الشخص ممتاز هذا الشخص خاطر اسمه ناما زيبل دمر الآداء. المهم فهمت. إذا حصلتم على تلك الأوربز فإن الأول ستمتلئ أوتوماتيكيا. شيء خرافي جدا. ها هي رينا. واو. سنجرب رينا لا تخلقوا. شخصية خرافية جدا. هي مصصة الدماء. رأيتم إذا حصلت على القتلات فإنها تصبح خرافية في إمكانها إعطاء لنفسها الهيت. لكنها إذا لم تحصل على القتلات ستكون سيئة جدا. هناك شخص ممتاز. يا سلام لقد ختلناها. هي تحركوا يا رفاقي. فلاش. السلام. بنات الحائط. لكنها لم تسعد فوق من الحائط. هيا. نملأ السلحة للسريع. هيا يا أصدقائي. وما هذا؟. أووو. فعلت أغاني للسلاح. لا أهمت. لا أنت أذهب للسي. هيا صديقتنا. ان سحبي فقط تعالي للسي ولا تقلقي. أتمنى فقط منها ألا تموت. سأضعو القنابل لك في السي. هو هذا الشخص الجاي. لكن مع الاسف لم استطع اصابة سيج جيدا اعتقدت ان سيج ستأتي من القارج وليس من نفس المنطقة التي جاء من هذلك الشخص هاته هي الراوند الاخيرة الان عندنا اسلحة قوية ويت فور ماي فلاش استعمل الفلاش هناك شخص جاي السلام قتلته هناك شخص اعتقائي هنا في المكان على ما اعتقد هنا هو مشكل اين هي تلك الفتاة ماذا تفعلين هي السيج لقد جاءوا بالخلف منها السيج خاصة انا هي غيبية جدا لم تراقب الفلانك نهائيا بقيت مختبئة في ذلك المكان شاهدوا يا اثقائي السيج ماذا تفعل ماذا تذهبت للقنبول يا السيج السيج اكبر نوب في التاريخ وعندها خمسة قتلات ذهب لي القنبول لي كي يعمل لها الديفيوز اعتقد بان يلعب مع الفريق لخصم اول مرة ارى شخص مع طب فراغر ونوب في نفس الوقت المهم على الاقل قد يستطيع الفوز لن اصمير في التحدث هيا تعالوا يا ايون كلاب او هم جاي للسي لا هم ذاهبوا لي اي حسنا انا جاي 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 ممتاز لقد رأيته 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 لا تفهم قامت ببناء هذا الحائط وحاول وضع المولي في السايت وهيالك نقوم بتدمير هذا الحائط قد سمعتها لا تخلق السلام عليك لاتس كو مسكن لم تفهم اي شي اعتقدت بان السيج موجودة لي واحدها هناك او في هذه اللحظة عندنا سلاح جيد ساعمل لهم سبامي لا يستطيع التواغل او لم يلعب اي احد في السي لا يعقلي اصيقائي على الاقل يجب ان يلعب الشخص واحد في السي احسنتم لقد قتلوه شاهدوا شاهدوا هي تحاولي اخذ الورب لقد اصمتوا هي اصيقائي جيدة ناقص مئة وثلاثة تستطيعوا شفاء نفسها الان لمئة قتلت الشباب يا رفاقي وعادت مرة اخرى يسي 100% تكلمت معه في الشاط اخبرته بانه في اللونغ لكنه لم يتم نهائيا هذا السلح صراحة الذي اعطوي لنا الان اكرهه كثيرا شاهدوا البينك عندي جيد 60 في البينك تقريبا لا بأس بي صراحة قد استطعتوا تدميرها يا رفاقي لكنها هي كذلك اصبتني جيدا انتظروا ان يعيد الهيلت كيف هذا وبقي شخص واحد فقط على قيد الحياة حصلت على الهيلت يلي كانوا حاول اخذ هاتي الورب اه جيت في السين احسنتم لقد قتلوا ممتاز ونحن دفوزنا يا اصيقائي في هذا التحدي تحدي سباي كراش لا يمكنكم اختيار الاسلحة سيعطون لكم اسلحة اوتوماتيكيا جميع اعضاء الفريق الخاص عندهم القنبلة يعني ليس لديكم اي مشكل في خسارات القنبلة وبعد اخذكم تلك الوربز استحدثوا بعض من الامور التي لست متاكدة لان في الاخير اذا تذكرتم نزل لي الاتش بي لسبعة في المائة اغلب اللاعبين نزل لهم الاتش بي لسبعة في المائة ليس انا فقط الشيء الذي اعجبني كثيرا في هذا التحديد فهو الباطل الباس شاهدوا الباطل الباس سكينات خرافية وتخيلوا ان الثمن ليس بالغالي كثيرا تقريبا عشرة دولارات فقط وفي الاخير ستفوزون بهذا السكيين واااا السكاكين في لعبة سي اسقو غالية جدا يا رفاقي ممكن ان اشاري هذا الباطل الباس صراحة خصوصا انها دائما في اي لعبة الباطل الباس الاولية يكون نادر لهذا السبب اذا كان لديكم بعض من المال وكنتم من عشاق اللعبة انصحكم ان تشاروه وبالنسبة للسطور عندنا هاته الكوليكشن هاته الكوليكشن غالية جدا لن اكدب عليكم تمن سبعة الاف ومائة ايويل سيف اربعة الاف وسبعمائة لكن سبعة الاف ومائة تمن غالي فما يقارب سبعين دولار تقريبا ويمكنكم كذلك عمل ابغريد لا وتغيير الالوان واو طريقة عمل الريلوود خاطئة صراحة سكين جميل لن اكدب عليكم هاته السكينات جميلة لكنها غالية وفضل ان اضيي عشرة دولارات على الباطل الباس واحصل على تلك السكينات اما اذا حاولت شراء السكينات فان التمن غالي كثيرا رأيتم هذا السكين ثمانو الف وسبعمائة وخمسون من الافضل صراحة ان شراء الباطل الباس واذا كنتم اغنياء فاشتروا ما يحلو لكم دخلت للأوبن رانج الان استطيع اثقاء اختيار جميع الشخصية تشاهدوا بريمستون الانيميشن الخاصة به انيميشن مضحكة جدا بالنسبة لي جيت واو جيت والسرعة يا حبيبي احسنت يا جيت يا سلام بالنسبة لي فينيكس فينيكس لقد شاهدنا اصلا كأنه ينظر لي لمرأة وبعدها سيختفي وسيارتها ديج جاكيت شيء لا يصدق صراحة بالنسبة لي السيج السيج الصيني كالعادة فعلت لنا اللعيب لكونغ في الصينية بالنسبة لي صوفا صوفا ركبت درون في يديه وبعدها اخذ قوسة قوسة الخطير وبالنسبة لي بريش شاهدوا بريش بريش الزلزال القوي بالنسبة لي سيفر واو ما هذا الشيء خطير انيميشن خراف يا رأيتم قد خرج في ذلك الحاجزة واخذ الاعبه وبدأ يدورها في اصابعه وبالنسبة لي اومن اومن ينفجر وبعدها يتنقلوا عن بعد خطير جدا اومن بالنسبة لي ريز ريز والقنابل يا سلام الانفجارات يا ريز احسنتي اسمتها بالانفجارات لهذا السبب وضعت تلك السماعات لكي لا يزعجها صوت الانفجارات ها يا الشخصية جديدة مصصت الدماء رينا واو وهاشهاتهم لقد امسكت تلك الطاقة وامسكت تلك الروح ومرت تلك الروح عبر الوشم الموجود في يديها وبعدها دخلت لجسدها وذلك الوشم فيما يذكركم ذلك الوشم بالضبط يذكرني اثقائي بالانيمي الخاص ببروتو بوروتو عنده علامة اثقائي في يديه وتلك العالمة مربوطة بعينه عين زوغان ولا ننسى كذلك ان كاواكي عنده وشم في ضراعه يشبه هذا الوشم يا رفاقي وفي الحلقة الاخيرة سيتعرك ببروتو ضد كاواكي واو قصة خرافية جدا اذا اردتم اكتجافاتي الامور فيجيب عليكم قراءة المانغا نفس ذلك الوشم موجود كذلك عند رينا في لعبات فالورانت واما بالنسبة لي فيبر شايدو ذلك هو القناع الذي ترتديه لكي لا تؤثر عليها السموم شيء لا يصدق العقل وها هي لقد نزعت يا أسقائي الكوماما فيبر خطيرة جدا وها هي أسقائي شخصية رينا الجديدة وهي اللي كي نجربها يا أسقائي هاته القوة لماذا تصلح هي عبارة عن عين شاهدوا اوه ما هذا الشيء لقد خفت يا أسقائي اعتقدت بأن شخص مقام بأختي لبورتينو هاته هي عبارة عن فلاش فهمت الآن هاته العين يمكنكم وضعها في الأرض على هذا الشكل أو يمكنكم وضعها في السماء على هذا الشكل يا رفاقي وأي شخص نظر لتلك العين سيتم إعماؤه لن يستطيع الرؤية يجب عليه إما تسديد على العين وتدميرها وأصلا العين تبقى في السماء مدة قصيرة ليست طويلة كثيرة رأيتهم ما يقارب تقريبا ثلاثة تواني فقط وبعدها فإن العين ستختفي يعني في إمكانكم إصابة الناس بفلاش لمدة ثلاثة تواني فقط وبالنسبة لها تلك القدرة قدرة لاي يعني يجب عليكم قتل الناس وتلك الصور الأرب ستنزل كذلك أما بالنسبة للأولت دي ويل كاور آه فهمت الأولت الآن الأجواء ستتغير ستصبح مظلم شيئا ما رأيتهم تغيرت الأجواء أصبحت مظلمة ولا أستطيع استعمال قدرات الأخرى يمكنني فقط استعمال الفلاش واو الأجواء أصبحت مظلمة لكن هاتي الأولت طويلة جدا صراحة لازلت لم تنتهي الأولت بعد رشاهدتم أصبحت أسدد بسرعة كبيرة ماذا لو اخترنا أسرع سلاح وهو سلاح الأوذين واستعملنا الأولت شاهدوا يا رفاقي ها هم الآداء سيظهرون هاتي طريقة تسديد العادية الخاصة بالأولتين ما تلاحظون الآن إذا شغلت الأولت شاهدوا واو أصبحت أسدد بسرعة كبيرة جدا ومدة هاتي الأولت طويلة لنأكدب عليكم ما يقارب تقريبا عشرين ثانية أو أكثر لا أستبعد أن التوقيت هو ثلاثون ثانية واو شيء لا يصدقه العقل صراحة يا رفاقي لكي نستطيع تجربة القدرات الأخرى يجب علينا فعل تداريب القنبلة نختار سلاح الفونطان وهي اللي كي نبدأ تحدي ديفيوز سبايك ها هو هذا العدو قد قتلت هذا الشخص كذلك لكن هذه الروبوتات لا تقوموا يا سيقائي بإنزال الأوروب تمنيت لو أن الروبوتات تنزل لنا الأوروب لكي نستطيع تجربة تلك القدرة مع الأسف سنقوم بتجربتها عندما سأفتح هذه الشخصية الآن سأودعكم يا رفاقي لأنه يجب علي اللعب وراء من الكاميرا وفتح شخصية ترينا لكي نقوم بتجربتها إن شاء الله في المقطع القادمة وحتى ذلك الحين سأودعكم الله اللذين لا صدى وداعا السلامة يا رفاقي اشتركوا في القناة